عبدو هو راح امريكا عشان يستدعى علشان نشوف هيفرط في قد ايه في سينا وسجل علي وانت عارف ان انا يعني بيني وبينك ود ما اتحكش عليك وراع لامريكا عشان نشوف موضوع سينا النيويورك تايمز قبلته بوش وحش بتقول لك انه يا سيدنا استقمال ترامبل السيسي يقدع على تحاول الديمقراطية بمصر دعم امريكا الديمقراطية المصرية اللي هي يخل بعملية السلام بيقول لك لعبة السلطة الجديدة بتقول انه بالتعدادات الدستورية والدفع من الانتستورية عفتاح السيسي يهدف الى ان يبقى رئيسا مدى الحياة وبعدين قامت حتى نقطة وقالت لك ان هذا يبدو كويس مع مين لترامب يعني ترامب مبسوط بالحكاية يعني وانا قلت لك مبارح انه بومبيو بومبيو قال كلام مهم للناس الناشطين قال لا عفتاح بتاعنا مش هنتخلى عنه لا في السر ولا في العالم الاسرائلين قالوا نفس الكلام قال احنا هندفع عنه حتى لانه لو عزلش احنا ايه ليه ليه امريكا عاوزة عفتاح وليه الاوروبيين عزيزة عفتاح وليه الاسرائيل عزيزة لانه عد الفتاح هو الوحيد الذي هاجم الاسلام والمسلمين وادانهم وهو من اطلق الارهاب الاسلامي بعد قال سقود اللي ذكروا الارهاب الاسلامي ده في مباحثاتهم الخاصة مع الامريكان بعد احداشر سبتمبر وده قصة طلطول في الكتاب بتاع جريك اللي انا قلت لك عليه اللي هو قال سعود وقال ايه وقال بوش عفتاح السيسو ورايح هناك الامريكان قالوله اللي افتتاحية لتاعة النيورك تايمز وهي اقوى حاجة في الصحافة انه افتتاحية الاهرام مش صحفي يكتب يكتبها المجلس التحريري ويقول فيها انه موضوع عفتاح السيسي بالشكل ده هيولد جيل من المتطرفين جيل منين من المتطرفين بقولك الكثيرين المتطرفين بقولك الهوما والبداعين بقولك الكثير من المتطرفين من المتطرفين بقولك بقولك الجيش والكل الكلام ده كله هيدين نوع من عدم الاستقرار اللي اكيد هينتج جيلا جديدا من المتطرفين to produce a new generation of extremists that is not in Egypt's interest nor America هذا ليس في صالح مصر ولا في صالح ايه امريكا كلام واضح ان الولايات المتحدة ستبدو متواطئة في تقوية الدكتاتورية العسكرية وفي حرمان معظم المصريين وتغذية عدم الاستقرار اذا لم تقم برد مبدئي على السيسي مؤكدة ان بقاء السيسي سيفرغ بالتأكيد الجيل او جيل جديد من المتطرفين ده مين يا معلم افتتاحي يبقى عنده عضية المكسيك وقضية نيولك تايز معارف الاسرائيلية الصهيونية اسرائيل فعلت كل وسائلها لإصال السيسي إلى الحكم ويحاربون معا السيسي واسرائيل معا الان كتفا بكتف مين اللي قال الكلام ده يا جديد الجنرال في جيش الاحتلال الصهيوني البروفيسير اليددد والف المقال اللي نشرته معارف اندلاع ثورة يناير تزامن مع تقديرات اوساط الامن الصهيوني بان الرئيس المنتخب محمد مرسي رئيس رجل الاخوان المسلمين كان ينوي الغاء اتفاقية السلام مع اسرائيل وارسال المزيد من القوات العسكرية الى شبه جزيرة سيناء واكد انه بعكس كل التوقعات فقد صمد اتفاق كامب ديفيد الذي يمر عليه هذه الايام اربعون عاما قال اننا تلقينا حالة من عدم وجود الحرب وليس اتفاق سلام مع مصر مع ان عدم الحرب امرا ليس قليل الاهمية واوضحت الدد الذي ترأس جهاز الطبي يعني كان طبيب ان النخب الاكاديمي والثقافي والفنية تكره اسرائيل وتفرض مقاطعة عليها وليس هناك علاقات تجارية وقال لك ان الاخوان لما حصلت الثورة اقتحموا ايه السفارة في ظني ان اقتحم السفارة تم بتفويت من الامن المسلي حتى تستدعى اسرائيل للمشهر سجل بقى كده وخلي دي جنب دي جنب دي يريد بوصوله الى امريكا ان يعخز بقى اعتماد كل بانه ايه خلاص احنا خلصنا لايه التعديلات وهتعدي اباشا انت بطلوب مني فيستدعي ترامب اللي يشوف الدنيا هتمشي ازاي هل تمشي الامور كما يريد عفاتة حسيسي ولا كما يريد ترامب ابدا عاوز تعرف بص على مين على خوك بوتفليقة وانت تعرف الدنيا ماشي ازاي وما تقولش بيحصل كده ازاي وما تفكرش الدنيا بتمشي ازاي فاللي انقلب عسكري واللي صار شعب مش كده وبعد ثمان سنين اكتشفنا ان الجزائريين اكثر ثورة من غيرهم من البلدان رغم القبضة الامنية الشديدة والقتل على الهوية وعلى غير الهوية واكتشفنا ان السنينين يفعلون ذلك الفعل فالاخبار الجيدة ان الثورات قائمة لم تمت لم تنسى بل في حالة تسخيم واعادة شحن البطاريات عرضة مش عارف شفت السيسي وهو في الجامعة في القمة العربية شفت له صورة في صورة في صورة له في تونس شفت واحد من الجالة اللي قافين وراه الحرس كأن شفته يامر رئيس مرسي مش عارف هو اللي مش هو كأن ايوة الرجل الطويل اللي هناك ده شايفه اللي اللي على شمال السيسي طويل اللي وراه ده كأنك شفت قبل كده يا عواضين كأنه شفت قبل كده يا عواضين بقى معقولة هو بخلي حد من اياه ايوة هو الرجل اللي من غيرنا اتضارة بقى ده اهه اهه احتمال هو بقى حد كده لو عندنا صور قديمة ولا حاجة ممكن نشوفها ونتأكد من الحكاية دي بقى معقولة الرجل ده كان مع الرئيس مرسي ها مين فيهم بقى ايوة ايوة ده ايوة اللي هو النحادي ده ايوة اللي هو النحادي اللي عصبار رئيس مرسي اه لا يعني هو مستني كان موجود ولا كان مغروز مع الرئيس مرسي طب هو معقولة يكون مع الرئيس مرسي وبعدين السيسي يخليه مش احتمال برضه يكون فيه يعني ولا أنا غلطة طب ما اتجيب صورة كمان كده يا السياس ولا ما فيش اهو لا مش في ده اهو هل هو الرفاع ده ولا مش هو قد كمان واحدة لا لا هو الطولي اللي وارده ايه اهو اه اه والله ما عارف هو الراجل ده كان محطوط يعني ما زقوة الرئيس ولا مرسي ولا ايه بالزبط يعني هو وارا هناك اهو اهو لا وارا وارا هو هلتا الراجل وارا اللي عند العالم ده لا وارا هو اي طيب اي حال يعني مش مهم بقى مش هلقض نفتش في الناس تمال يكون هو مش هو هو الكلام ده لو اهمية لو ما عارف ما يمكن ما يكونش لو اهمية من عارف يعني هو غير الناس في الحرس كتير صح السيسي كان عنده واحد كده بيطلع زمان حرس كده كان ايده مكسورة وبتاع مشاه هو مش بقول نوع يعني لا هو طبعا لازم الناس غير الحرس طبعا بس يعني معقولة انا انا سألت حد من اللي كانوا في الرئاسة يعني عن القصة دي قال لي هو هو السيسي محتفظ بيه ما عارفش ما عارفش ما عارفش ما عارفش